لا زال الحديث موصولا عن غزوة حنين انحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين وثبت معه نفر قليل من المهاجرين والأنصار وأهل بيته فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الذين فروا من المسلمين إلي عباد الله هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد رواه الإمام أحمد بإسناد حسن فلم يلتفت منهم أحد إلي ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض ببغلته قبل المشركين ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب متفق علي وكان العباس رضي الله عنه آخذا بلجام بغلته وابن عمه أبو سفيانة ابن الحارث رضي الله عنه آخذ بركابها يكفانها عن الإسراع نحو العدو ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته فاستنصر ربه ودعاه قائلا اللهم نزل نصرك اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم رواه الإمام مسلم وأحمد وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل والصحابة الذين ثبتوا يقاتلون معه ويتقون به لشجاعته وعظيم ثباته في مثل هذه المواقف صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا حمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم